أهلا بكم مشاهدين نحن الآن معكم في تغطية خاصة من الحدود التركية السورية حيث نقف في مدينة تل أبيض التركية وخلف تماما مدينة تل أبيض السورية حيث يخيم عليها كما كامل الشريط الحدودي الذي يفصل بين سوريا وتركيا هدوء حذر هذا الهدوء يعني يكسره بين حين وآخر ضجيج الدبابات والتجهيزات العسكرية والتعزيزات القادمة من شمال تركيا وإلى الحدود التركية السورية نحن نتحدث خلال الأيام القليلة الماضية عن 150 دبابة عسكرية تركية وأكثر من 100 ناقل الجند وصلت إلى هنا حيث الحدود السورية التركية كما تشاهدون من خلفي تماما في الصورة تبدو مدينة تل أبيض والتي يخيم عليها الهدوء الحذر لهذه المدينة رمزية كبيرة في هذه المعركة كانت قد أعلنت عنها الحكومة التركية حيث ما تزال رايات الميليشيات الكردية مرفوعة وسط المدينة من الممكن أن تشاهدوها في الصورة الميليشيات الكردية داخل هذه المدن وفي عموم الشرق السوري تبحث عن بدائل سواء محلية أو دولية لتكون شركائها في هذه المعركة وجنبا إلى جنب معها بالمقابل أيضا تستمر في تعزيزاتها وتحصيناتها الداخلية الجيش التركي والقوات التركية أعلنت أن العملية من الممكن أن تبدأ في أي لحظة بالتعاون مع الجيش السوري الحر وقواته المتواجدة في عموم هذه المناطق بالمقابل الحكومة أو رئيس الحكومة التركية أعلن أن تريث عن بدء العملية أيام قليلة لسد الفراغ الذي من الممكن أن تتركه القوات الأمريكية في حال انسحبت مطلع العام المقبل أي خلال أيام قليلة قادمة من سوريا وبدء انسحابها من سوريا وبالتالي من الممكن أن تبدأ هذه العملية خلال أي ساعة خلال الأيام القليلة القادمة لكن سنكون أيضا بتغطية خاصة معكم مع زميلي شاهر سماق لنقف على آمال السوريين اللاجئين إلى تركيا والذين هم أصحاب هذه المنطقة وسكانها بالعودة القريبة إلى مدنهم وقراهم نعم زميل مسلم حقيقة آلاف العوائل تنتظر بدأ عملية شرق الفراغ بفارغ الصبر حتى يصبح هذا الباب مفتوحا بعد إغلاقه لمدة أربع سنوات ويتمكنوا من العودة إلى ديارهم بعد أن هجروا منها سنرصد ونستطلع الآن آراء عددا من الأهالي حول تطلعاتهم لموضوع العودة في حال حدوث هذه العملية كل الناس متأهبة على أهمة الاستعداد العودة إلى الديار وإلى أراضي الوطن لأنها متشوقة خاصة وأنها تقربت عنه لسنين طوال إن شاء الله ترجع الناس ليش ما ترجع الناس نحن مفتكة وخلصان ومتحررة سورية والله الأمل واحد يعني كل الناس بدأ يعني ترجع لأراضيها لقراها لمحافظاتها فنتملم للإخوة الأتراك يعني التعجيل قدر الإمكان بعملية شرق الفراغ حتى نقطع الطريق يعني على مؤامرات البككة والبيدة والنظام الشيء أكيد أنه لازم يستعجلوا يعني كمان نحن صلنا سبع سنين يعني ها عمر كمان يعني أنا جيت لهون طفل صرت هلأ زلمة بدي أروح أبلادي أشوف حريتي لحد الأمة بملك أنه الهوية السورية حقي ولا مو حقي والله أول شيء أملنا بأله كبير وثاني شيء أنه ناشد الدولة التركية وجيش الحرب الإسراع في عملية منبج وشرق الفراغ كاملة لكي لا نترك مجال لأهل الوسائل الإعلامة المغرضة بالتقدم على أو أكل فكر الناس بأنه النظام قادم إلى شرق الفراغ وإنها منبج أكيد كل واحد عنده أمل أنه يرجع لبلده ويعيش بكرامة هون صحيح يعيشين بكرامة بس الإنسان ببلده كرامته غير أهله أمه أخوه أخته خالته عامته جيرانه